اشتركوا في القناة اضافت الوزارة ان الرأس الحربي الوهمي هبط في ميدان اختبار كورا في جبه جزيرة كاماتشاتكا في الحقيقة تم اجرع ما لا يقل عن ثلاثة اختبارات طرد للصاروخ منذ ديسمبر 2017 جميعها في بلسيتسكا لكن الاختبار الذي تم في 20 من ابرل 2022 يمثل اول اختبار طيران كامل للصاروخ وبتجهيزه برأس مدمر او موجه كما يعرف ايضا بمركبة اعادة دخول متعددة موجهة خلال الرحلة بشكل مستقل ام اي ار فيا هذا الصاروخ تم تصميمه ليكون بديلا عن الصاروخ الباليستي القديم العابير للقارات من الطراز فوي فودا والمعروف تحت تصنيف الناتو باسم الس 18 ساتان مود 5 فقد اطلق على الصاروخ الجديد راس 28 الاسم غير رسمي شيطان اثنين فتتزم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الاحتفاظ بصواريخ فوي فودا الباليستي العابير للقارات حتى يتم قبول سارمات رسميا وبشكل كامل في الخدمة ويعتبر ان اخر صواريخ فوي فودا الباليستي العابير للقارات قد تم انتاجها في عام 1992 تم تطوير الصاروخ سارمات المكون من ثلاث مراحل والمعروف ايضا باسم جراو اندسكا بوسطة مركز الصواريخ الحكومي اكاديميشيان في بي ماكييف يقدر طول الصاروخ حوالي 35.5 متر وقطره 3 امتار ويعتقد ان اقصى مدى للصاروخ هو 18000 كيلو متر بكتلة كاملة تبلغ حوالي 208.1 طن ترمز حروف الاي سي بي ام الى جملة صاروخ باليستي عابير للقارات وهي فئة صواريخ ارضية قادرة على اطلاق رؤوس حربية نووية لضرب اداف على بعض الاف الكيلو مترات في قارات اخرى الصواريخ تطلق كصواريخ تقليدية تصل حافة الفضاء ويمكن لصاروخ باليستي واحد عابير للقارات ان يحمل عشرة الرؤوس الحربية النووية بالاضافة الى حمله شراكا خداعي ومعدات اخرى لمساعدة الصواريخ على التهرب من انظمة الدفاع الخاصة بالعدوة نظرا لكون هذه الصواريخ تصل المدار الارضي فان صاروخا واحدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات قادر ايضا على استهداف العديد من المواقع على مساحة جغرافية كبيرة واطلاق رؤوس حربية نووية اذناء مرورها فوق اهدافها ثم تسقط هذه الرؤوس الحربية على الارض بسرعة هائلة حوالي سبعة كيلو مترات في الثانية طور الاتحاد السوفيتي اول صاروخ باليستي عابر للقارات في الخمسينيات من القرن الماضي تلتها الولايات المتحدة مباشرة وانتجت الصين اول صواريخ باليستية عابرة للقارات في السبعينيات وكانت اصدارات القديمة ابطأ وكانت تحمل حمولات اخفة من الاصدارات الحديثة السارمات يشكل جوهر الرادع النووي الروسي تم الاعلان عن السلاح الذي صممه وصنعه مكتب تصميم الصواريخ في ماكييفا من قبل بوتين في عام 2018 في خطابه السنوي عن حالة الامة على الرغم من انه كان من المفترض ان يصبح جاهزا للعمل بحلول عام 2016 وسمي الصاروخ السارمات على اسم شعب سارماتيا في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد كما تمت الاشارة اليه في الغرب باسم ساتن تو يعتقد ان الصاروخ الباليستي العابرة للقرات الثقيل الوزن بشكل كبير ومسلح نووي حراريا وعقوى صاروخ باليستي عبر للقرات في روسيا يبلغ مدعو حوالي 18000 كيلو متر ويمكنه التحليق بسرعة قصوى تبلغ 25500 كيلو متر في الساعة يقال ان الصاروخ قادر على اصالة حمولة نووية كبيرة بما يكفي للقضاء على منطقة بحجم التكساس الامريكية فعند اطلاق الصاروخ يرتفع الى حافة الفضاء في طبقة الاستراتوسفير قبل ان تهبط الرؤوس النووية المتعددة وبسرعة هائلة الى اهداف محتملة ويعتقد الخبراء ان الصاروخ قادر على ما يسمى القصف المداري الجزئي ويعني القصف المداري الجزئي اطلاق صاروخ باليستي عبر للقرات ICBM في مدار منخفض من الارض اقل بكثير من الاطلاق التقليدية وبهذه الطريقة من الممكن ان يدور صاروخ حول الارض الى مدة غير محدودة من الوقت كالاقمار الصناعية ويستطيع بهذه الحالة ان يهاجم الهدف من اي زاوية حتى من الاتجاه المعاكس لنقطة الانطلاق ويمنحه المدار المنخفض نطاق غير محدود تقريبا ويجعل من الصعب تحديد الهدف المقصود اثناء السير في الاتجاه المعاكس حول الارض ومن الناحية النظرية يعني انه يمكنه التهرب من انظمة الكشف عن الصواريخ على سبيل المثال تركز معظم انظمة الدفاع الصاروخي الامريكية التي تتفو الى احباط هجوم روسي على اكتشاف الصواريخ التي تحلق فوق الدائرة القطبية الشمالية في حين ان الصاروخ سارمات يمكن من الناحية النظرية اطلاقه فوق القطب الجنوبية وضرب هدف امريكي حيث لا توجد انظمة دفاع في المكان هذه التكنولوجيا ليست جديدة وابتكرها الاتحاد السوفيتي في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ومع ذلك قام السوفيت باقاف تشغيل وتفكيك انظمة القصف المداري الجزئي بحلول عام 1982 لعدد من الاسباب بما في ذلك الدقة المشكوك فيها والحاجة الدفاعية عن الصاروخ غير المختبر والقلق الذي تسبب فيه بين دول الناتو مما ادى الى تفاقم توترات الحرب الباردة واتات تجربة اطلاق صاروخ سارمات مع تصاعد التوترات بين موسكو والغرب بسبب اوكرانيا وهو يسلط الضوء مرة اخرى على تركيز الكريملين على القدرات النووية للبلاد والسؤال الان ما رأي الغرب في الاختبار لا يبدو ان الولايات المتحدة قلقة بشأن الاختبار فقد ابلغت روسيا الولايات المتحدة مسبقا بشأن الاطلاق تماشيا مع معاهدة الحد من الاسلحات النووية جديدة ستاردا فوفقا للسكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي اخترت روسيا الولايات المتحدة بشكل صحيح بموجب التزاماتها الجديدة بشأن معاهدة ستارد بانها تخطط الاختبار هذا الصاروخ الباليستي العابر للقرات مثل هذا الاختبار روتيني ولم تكن مفاجأة ما رأي الخبراء في الاختبار جاك واتلينغ من مركز ابحاث الخدمات المتحدة روسي في لندن ذكر ان هناك عنصرا من التباهي والرمزية فالاطلاق جاء قبل اقل من ثلاثة اسابيع من العرض السنوي ليوم النصر لعرض اخر ما توصلت اليه الصناعة الروسية واضف هواتلينغ يعكس توقيت الاختبار رغبة الروس في الحصول على شيء لاظهره على انه انجاز تقني في الفترة التي تسبق يوم النصر في وقت لم تحقق فيه الكثير من تقنياتهم النتائج التي كانوا يرغبون فيها على ارض الاوكرانية بدأ تطوير الصاروخ راس 28 في عام 2009 فقد كان الروس يطورون نسخة محسنة من R36M ومن المثير للاهتمام ان R36M او كما يعرف ايضا بالشيطان تم تطويره وانتاجه في اوكرانيا فقد قام الاوكرانيون بتزويد قطع الغيار وساعدوا في صيانة هذه الصواريخة وبعد استلاء الروس على شبه جزيرة القرم في عام 2014 والعمل العسكري في اوكرانيا لم يعد الاوكرانيون يساعدون في تطوير هذه الصواريخ فمكاتب التصميم الروسية لم تكن على دراية معمقة بتصميم وهندسة R36M لذلك كان من المهم لهم ان يطوروا البديل لهذا الصاروخ والذي يعود الى الحقبة السوفيتية والذي كان يقترب من نهاية عمره التشغيلية تم الاعلان عن نشر الصاروخ سارمت في عام 2022 فسيحل محل جميع الصواريخ R36M الباقية بالكامل في الخدمة فتشير بعض المصادر الى ان وزارة الدفاع الروسية طلبت حتى الان خمسين صاروخا من هذه الانواع يتميز RS28 بالعديد من ميزات تصميم R36M الاقدم فهو في الواقع تطوير لR36M بدلا من ان يكون تصميما جديدا تماما يستخدم الصاروخ الجديد لكترونيات وانظمات توجيه واجراءات مضادة مطورة ويقال انه يحتوي على المزيد من خيارات الرؤوس الحربية على الارجاح ان صاروخ سارمت سيستخدم نفس الصوامع التي يستخدمها الصاروخ الاقدم R36M المنتشرة في مواقع متفرقة في جميع انحاء روسيا تتميز الصوامع ومراكز القيادة بالتحصين ضد الضربات النووية هذه الصاروخ العابرة بمرحلتين يزود الصاروخ بمحركات صاروخية سائلة تستخدم وقودا يخزن في حاويات والصاروخ يضع في حاوية اطلاق انبوبية يتم قف الصاروخ بالمحرك الاولي خارج الانبوبة الحاوية وبعد عشرات الامتار يبدأ المحرك الصاروخي الاساسي بالاشتعال من حيث الوزن والابعاد فهو يشبه صاروخ R39M فتبلغ سعة حمولة صاروخ سارمت حوالي عشرة اطنان ويتميز ببعض خيارات الرؤوس الحربية حيث يمكن ان يحمل عشر رؤوس موجهة او مركبات اعادة دخول متعددة الاستهداف بشكل مستقل مع عائد انفجان يبلغ 0.75 ميجا طن لكل منها بدلا من ذلك يمكن ان تحمل ستة عشر مركبة اعادة دخول اصغر او ما يصل الى 24 مركبة من طراز افنجارد الفرط صوتية يمكن لصاروخ واحد من طراز RS28 مزود بمركبات اعادة دخول ان يدمر ثلاث ولايات امريكية في اهن واحد وقدر الخبراء ان يبلغ مدى صاروخ RS28 حوالي 11000 كم على الاقل ومن المحتمل انه مع انخفاض الحمولة يكون لهذا الصاروخ مدى اطول وبالنسبة للصاروخ الاقدم كانت هناك اصدارات من R36M بمدى يصل الى 16000 كم ويمكن لصاروخ سارمت استخدام مسارات متعددة فوق القطب الشمالية والقطب الجنوبية من اجل الوصول الى اهداف في الولايات المتحدة ووفقا لبعض المصادر من المقرر ان يتم تزويد مواقع اطلاق الصواريخ الباليستية العبرة للقارات بالنظام موزر النشط للحماية تم تصميم ولي حماية مواقع الاطلاق من مركبات اعادة الدخول المعادية وصواريخ كروز والقنابل حيث يطلق هذا النظام صحابة من الكورات المعدنية ضد التهديدات الواردة وتدمرها على ارتفاع يصل الى 6 كم يعمل نظام الحماية هذا بنفس طريقة بنادق الخرطوش للصيد اشتركوا في القناة